تقرير صحفي جديد يكشف معلومات خطيرة عن ميليشيا حزب الله في العراق وظروف تأسيس الفصيل المسلح الأخطر على يد قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني التقرير المفصل الذي نشره موقع War on the Rock الأمريكي يسلط الضوء على الميليشيا وهيكليتها الإدارية وكيف أصبحت الوكيلة الإيرانية الأكثر خطورة في العراق فقد شاركت في أنشطة لا تعد ولا تحصى لحماية وتوسيع نفوذ طهران في العراق والمنطقة وساعدت في قمع تظاهرات تشرين واستخدمت الأراضي العراقية لشن هجمات على السعودية ويبين التقرير الذي حمل عنوان التهديد المتنامي من وكيل إيران المفضل في العراق أن نفوذ هذه الميليشيا توسع بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث قامت مرارا وتكرارا بعصيان أوامر الحكومة بل وترهيبها الأمر الذي أدى إلى تأكل سلطة الدولة العراقية على الرغم من خضوعها شكليا لمكتب القائد العام كجزء من ميليشيا الحجد ويوضح التقرير أن أنشطة ميليشيا حزب الله لا تقتصر على العمليات العسكرية إذ تدير منافذ إعلامية ولديها مراكز ثقافية وبحثية وتعمل على تقوية وجودها من خلال الأنشطة الاقتصادية واختراق مختلف القطاعات مثل البناء والزراعة والنفط والانخراط في تجارة غير مشروعة عبر الحدود مع سوريا والابتزاز واستغلال مزاد العملة سيء السمعة للبنك المركزي ويشير التقرير إلى أن الميليشيات سيطروا على مديرية الصواريخ داخل ميليشيا الحجد بعد أن أرسلت لها إيران صواريخ باليستية كما قامت بتحويل قضاء جرف الصخر إلى منطقة محظورة ومنعت سكانه من العودة إليه حيث لم تذهب أي جماعة مدعومة من إيران إلى هذا الحد في انتهاك سيادة الدولة كما تفعل ميليشيا حزب الله التي تعمل على نشر ولاية الفقيه للحفاظ على مستقبلها في العراق وتوسيع نفوذها في المنطقة ويرى التقرير ضرورة الحد من نشاط ميليشيا حزب الله التي تريد جرى العراق إلى صراعات إقليمية مدمرة قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى والدمار ترجمة نانسي قنقر